أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى تفاصيل دقيقة وهذا مؤشر إيجابي وعشار سوليفان في تصريحات في ختام زيارته إلى العاصمة السينية بيكين إلى أن المحادثات وصلت إلى مراحلها النهائية المفاوضون يخوضون في التفاصيل أي أننا تقدمنا في المحادثات إلى مراحل النهائية وهذه علامة إيجابية للتقدم ولكن في الختام لن يحسم الأمر إلا أن بعد نحسم شكل نهائي وأن نوقع على اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة رهان عندما أستقل طائرة وتحدث مع ثقل المفاوضات من الشركة المحادثات في المنطقة